علي بن حمودة الظهري على هذا الفوز تهانينا للجميع والناموس وفي هذه اللحظات انقل الكلمة للزميل والاخ سالم بن سعيد بن حضيرم الاكتبي فليتفضل مشكورا شكرا للزميل نايف بن سعود بن لوي بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لازلنا نتواصل وياكم من هنا من عرضية ميدان الوذبة من عاصمة الميادين وعلى الهوائي برثا مباشر عبر غناة ابو ظبي الرياضية غناة دوباي ريسنغ ضمن فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير الذي غاموا هنا على أرضية هذا الميدان عاصمة الميادين نظم فعاليات هذا المهرجان تابعنا وشاهدنا الشوط الاول والشوط الاول ذهب مع مياسة مياسة العود للسيد علي بن فري بن عمود الظاهري تنتزح المركز الاول في المحليات وهي انطلاغة الشوط الثاني والشوط الثاني يضم نخبة من البكار اللي قاية المهجنات الاصائل لابناء الغبائل مسافتنا خمسة كيلو متر جائزتنا للمركز الاول سيارة وبغية المراكز حتى المركز العاشر جوايز نغديا تمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الاشواط الغادم مباشرة نسيروا مع مغدمة هذا الشوط مع تابوك في مغدمة هذا الشوط للسيد راشد بن محمد بن يابر بن عبدالله المنهالي وفي المركز الثاني المركز الثاني مذهلة للسيد سالم بن مطار بن حادة الاجتبي وفي المركز الثالث الفايزة للسيد رشيد بن حمد بن جبريل وفي المركز الرابع نشوف وناخذ اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات لمعة للسيد عبدالله بن فهد بن فهد بالبادي الاعتيبي وفي المركز الخامس المركز الخامس من الجانب الثاني تتسلل في هذه اللحظات إلى المركز الخامس أرى الآن مزنا للسيد مبارك بن محمد بن أحمد الفلاحي وفي المركز الساد المركز الساد نشوف اللي في المركز الساد جبارة للسيد عتيج بن عبيد بن حارب الرميذي وفي المركز السابع المركز السابع نشوف اللي في المركز السابع متعب للسيد علي بن حميد الرزي الشامسي وفي المركز الثامن المركز الثامن وصايف وكلهم يوصفون هي أبو محمد علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي وفي المركز التاسع المركز التاسع على اللي في المركز التاسع لهب للسيد محمد بن غانب بن حمود الظاهري وفي المركز العاشر المركز العاشر عروبة للسيد حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي يا سلام يا البريدي على هذا الأسم أسم عروبة في المركز العاشر وفي طريقها إلى مركز متقدم من غير هذا المركز هذا أول ندى للمراكز العاشر الأوايل نرجع إلى تبوك تبوك لا زالت مسيطرة على مقدمة هذا الشوط وهذا أسم مدينة في المملكة العربية السعودية وأعتقد أنها خادمة وإنتاج تبوك أيضا هنا وهي تبوك على مقدمة هذا الشوط يا سلام لكن أرى مذهلة 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 وتبوك تبوك في المقدمة للسيد راشد بن محمد بن يابر بن عبد الله المنهالي وفي المركز الثاني مذهلة للسيد صالم بن مطار بن حالة الاجتبي وفي المركز الثالث المركز الثالث أرى مزنة مزنة للسيد مبارك بن محمد بن أحمد الفلاحي اللي في المركز الثالث وفي المركز الرابع نشوف اللي وهنا أخذ اللي في المركز الرابع وفي المركز الرابع جبارة لسيد عتيج بن عبيد بن حارب الرميذي وفي المركز الخامس المركز الخامس لمعة لسيد عبد الله بن فهد بن فهد بالبادي الاعتيبي وفي المركز السات المركز السات نشوف اللي في المركز السات في هذه اللحظات الفايزة للسيد رشيد بن حمد الجبريل وفي المركز السابع المركز السابع لسيد محمد بن غانب بن حمود الظاهري وفي المركز الثامن المركز الثامن هنا اللي في المركز الثامن في هذه اللحظات متعبة لسيد علي بن حمد الرزي الشامسي وفي المركز الثامن المركز الثامن عروبة للسيد عمد بن جار الله بن علي بن حسين اللي بريدي تونذاعينه في المركز العاشر تتسلل من مركز إلى مركز وفي المركز التاسع ناخذ اللي في المركز التاسع في هذه اللحظات أشوف اللي في المركز التاسع هوايل للسيد جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري البرنس غادم مع هوايل في المركز التاسع نرجع إلى المغدمة نرجع إلى مقدمة هذا الشهد أرى بن شملان يغير مع مزنة للسيد مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي مع مزنة إلى مقدمة هذا الشهد يا سلام بدأت تنفرد بدأت ترقص بدأت تزيد من سرعة تلغاي تلغاي يا سلام يصلوم يا مزنة بدأت تقلع على أرضية ميدان الوذبة في عاصمة الميادين وتحلق على هذه الأجواء الجميلة وبدأنا نشد الأحزمة بدأنا بالهبوط تدريجيا إلى مدرج رقم واحد وإلى السويش وإلى السيارة وإلى السلامات بنقول سلام سلام عليكم يا هالمدينة زايد وأسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة من هنا من أرضية ميدان الوذبة من عاصمة الميادين وعلى الهواء بثا مباشرة عبر غناة بوظبي الرياضية غناة دبي ريسنج وها هي مزنة تغترم من خط النهاية خط النهاية يغترم من مزنة على هذا الأداء الأداء المتميز تهانينة تهانينة من العماق للسيد مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي على فوز مزنة بالمركز الأول المركز الثاني المركز الثاني للسيد محمد بن سعيد بن منانة بن غدير وفي المركز الثالث مذل للسيد سالم بن مطار بن حاذة اشتبي المركز الرابع هوايل للسيد جار الله بن محمد بن عقيل المري المركز الخامس المركز الخامس الذي وصلت في المركز الخامس العنود للسيد عمد بن محمد بن جهويل اللي وصلت في المركز الخامس هذه النتيجة تابعتوا إيانا أيها العفل الكريم مشاهدين الكرام تابعتوا شوط المهجنات الأول وكان المركز الأول من نصيب مزنة تنتزع المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار ها هي مزنة للسيد مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي وها هي مزنة ساعة تسللها إلى مغدمة هذا الشوط وتحافظ على المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل استحقاق والتوقيت الأفضل في صباحي هذا اليوم سبع دقائق ثمانية وعشرين ثانية ثلاث أجزاء من الثانية تهانين للسيد مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي والذي وصلت في المركز الثاني نشوف توقيت المركز الثاني مهابة وصلت في المركز الثاني نشوف مهابة ساعة وصولها إلى خط النهاية ها هي مهابة سبع دقائق ستة وثلاثين ثانية ثلاث أجزاء من الثانية تهانين لسيد محمد بن سعيد بن منان بن غدير الذي وصلت في المركز الثالث مذهلة سبع دقائق سبع ثلاثين أربع أجزاء من الثانية تهانين سالم بن مطار بن حاذه تهانين للجميع الذي فازه في المراكز العشر الأوائل والآن المكرفون يذهب مع الزميل سالم بن علي الحبس شكرا للمشاهدة